السلام عليكم لديزين جنتلمين السحراء المصرية النيل بيقسم السحراء المصرية اللي شرقية وغربية السحراء الشرقية فيها ناس عايشة وليها عادات وتقاليد والسحراء الغربية برضو عايشة وليها عادات وناس وتقاليد السحراء الغربية مثلا يسكنها مثلا قبيلة أولاد عائل المشهورة وفيها مثلا الواحات وسيوة وفرا وفرا لكن أنا المرة دي عايز أتكلم على السحراء الشرقية السحراء الشرقية يا سيدي أنا عملت ريبورت سريع تنقسم الصحراء الشرقية لعدة قبائل أشهر قبيلة فيها اسمها المعزة ودي عايشة في القرية حماد بالمينيا والقسم الثاني منهم عايش في القبيلة نفسها اللي بتسكن تقريبا من عند السويس لحد صدق صوان ومن أهم سروات الصحراء الشرقية أحواض الملح وفي قبائل تانية عايشة غير المعزة زي مثلا المطير وبيلي والحوايطات ودي أفرع لقبائل بتمتد في سينة وإسرائيل أو فلسطين وشي في الجزيرة العربية وفي صرعات بتحكم الأماكن دي لأن حكم ربنا على الناس دفع الناس بعضها ببعض لكن الناس دي لها قوانين اسمه القانون البدوي أو القانون الصحراء وتقريبا ما بيخضعوش للقوانين الدستورية لحكوماتهم لكن أنا هتديك مثال من السرعب بتاعتهم في القرن العشرين في السريع كده هتديك مثالين مثلا 1906 كان قائد القصة بتاعنا ده أو بطل القسطورة بتاعتنا القصة دي سليم الطويل عمضة قرية قبيلة المطير وكانت مشكلته مع المعزة أمير ويلز جاء القاهرة 1906 واتعزم في نادي الجزيرة وحكم دار القاهرة كان اسمه توماس رسل لساعتها طلب من البدوي اللي حواليه اللي حواليه إن هم يبولوا أحسن خيول وأحسن جمال عشان يعمل شوه للأمير وفعلا الجمل اللي كسب كان بتاع الشيخ سليم الطويل الجمل دوت هو راجع في طريق مشهور قوي في الصحراء الشرقية اسمه طريق حرمية يبدأ كده من أبنوب شمال لحد ما توصل له ودي برشا عند ملاوي كده ده اسم طريق حرمية أسرع طريق موجود في الصحراء الشرقية فالمهم وهم راجعين في الطريق عند شرق المينيا كده الجمل اللي كسب دوت مرد فاضطروا يسبوه ويكملوا بقية الخيول والجمال ويرجعوا بيها للقرية للقبيلة بتاعتهم المعزة خدت الجمل دوت ومردتش ترجعه وقالت ده كان حق قديم ورح قدامه برضو 18 جمل ووقعوا في بعض المهم في مثال تاني حصل برضو كان 1908 بداية التعدين في منطقة البحر الأحمر عقرب القصير قبيلة العباب ده بتعدي من الوادي راح البحر وكانوا بيشتغلوا عمال في التعدين وتضرب عليهم نار المهم الشركة بلغت البوليس البوليس عمل تحقيقات التحقيقات اكتشفت ان فيه طار ايه عم الطار دوت قالك ده كان فيه واحد من المرشدين والقصصين بتوع العباب ده اتعاون مع حرس الحدود وكان السبب ان اتنين او ثلاثة من المعزة يتقبض عليهم وكانت التهمة ساعتها سرقة الملح من احواض الملح اللي موجودة في عدة اماكن في الصحراء الشرقية وده كنز استراتيجي المهم ان هم تصلح ما بين المعزة والعباب ده يوم مولد الولي سيدي عبد الرحيم شامل الجبانة جنب الجبانة اللي هي اينا دلوقتي واتصلحوا وكان فيه اسطورة كده على سيدي عبد الرحيم في الوقت دوت في الزمن ده ان كان فيه مركب كانوا بيحطوها فوق شجرة ويوم مولد الولي كانوا بينزلوا المركب دي ويلففوها حقين البلاد للبركة ويعني وبتقريبا كانت المركب دي كانت مصري قديم يعني كانت انتيكة يعني ده ببساطة كده الحياة على السحرة الشرقية والسحرة الغربية في مصر المرة الجان شوالله بكلمكم على السحرة الغربية حضرها تحياتي احمد فاروق